قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر في هذه الآية الكريمة بيان عظيم لفضل ليلة القدر وفضل العمل فيها وقيامها فمن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدى من زنبه وما تأخر كما بيان الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل فيها من صيام وقيام وصدقة وذكر أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر كما قال المفسرون إنها الليلة التي أنزل فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفيها تقضى الأمور وتقدر الآجال والأرزاق وهي ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أزى قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي تهدف العشر الأواخر من رمضان أكثر مما يجتهد في غيرها التماسا لها دون سواها بل يبالغ في الاجتهاد طيلة شهر رمضان ويزداد قربا وطاعة لمولاه عز وجل وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي تهدف العشر الأواخر من رمضان أكثر مما يجتهد في غيرها التماسا لها دون سواها بل يبالغ في الاجتهاد طيلة شهر رمضان ويزداد قربا وطاعة لمولاه عز وجل إنها ليلة التجارة الرابحة مع الله حيث تتنزل الرحمات وتستجاب الدعوات ويشمع الله عباده التائبين بالتوبة عليهم والمستغفرين بغفران زنوبهم ويعم بفضله كل من وقف ببابه ولاز بجنابه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القرآن